أن يقبل هو بشير فضير فضل النزع الملكية مبدئياً غير يقول له يقول لا لا لأنه صعيبة فراسه نهار للإدارة تتفهم مع هدروا معه بالعقل ويفهمه باللي ضروري نزع الملكية وكلش الشطر الثاني هو اللي هدر عليه الدستور في الأول قال لك تعويض عادل منصف وقبلي كانوا هذة ثلث كلمات مذكورين وكي نعودوا نرجع للفكرة التحديد المفاهيم لازم نعرفه ما عندها عادل ومنصف وقبلي ومن بعدها في القوانين الأخيرة كلمة قبلي هذي والله ما علي بالي لا نحاوها ولا لا لا جاب لي ربدي جات في المرسوم التنفيذي في المرسوم التنفيذي في القانون ما كانش في المرسوم التنفيذي هذه كلمة قبلي هل جاءت لحماية المواطن أم لحماية الإدارة من التضخم لأنه البري أنت كتروحي تنحين أنت تدري قرار تعنزع الملكية التقومي للترب هذك بعشرين آلف المترة ومن بعد في خمستاشن يوم أعطي له التعويض القبلي وهو رو راح ينازع هو يقعد في المنازعات مع الإدارة ثلاثين سنة ومن بعد هي دارة القبلي هذة كلمة تعديد المفاهيم نتفاهموا الكنه انتع القرار هذا لازم نخذه بعين الاعتبار مصلحة المواطن مش يقل مصلحة الإدارة باش قولك أنا خلاص أنا حددت للقيمة وراهي في تريزور تريزور عطيت له أربعة دور وش يدير بها هو أربعة دور وخلاص صحيح عبا كينين اللي قاعد التعويض قاعد في الخازنة العمومية تكثر من عشرين سنة وماتوا مساكن اللي يستفادوا ماتوا جاءوا ولادهم ولادهم مازالهم في صراع وكذا هنديروا وينو نروح ويستنوا وما مش مأمنين لذلك هنا أذكر باللي الناس اللي في الإدارة سرتوا في أمر كما هذا أمر خاطر كما هذا مش يدير قوانين وخلاص يعني لازم يكون عنده الكنه انتع القانون هذا كل القرار الإداري هذا لازم كي يكون كيراك تقول عادل ومنصف وقبلي لازم يكون تناسق وما بين ثلاث كلمة هذة ما تعطيه ليش قبلي أنا باش تعطيهو 18 نالف المترة وتقول له آس هاي خلاص هنما يقول لي عادل ما يقول لي منصف هاي خلاص هاي خلاص هاي خلاص هاي